السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم مع قناة حكاوي تاريخية هنتكلم النهاردة عن اشرص معركة في التاريخ دارت احداث المعركة في اقصى غرب اوروبا معركة ظهرت فيها عبقرية المسلمين وتفوقت على الجيش الاوروبي بالرغم ان جيش العدو اكبر من 8 اضعاف جيش المسلمين ظهر فيها تكتيك الكماشة اللي اطبق على جيش الاضريق ظهرت فيها ذكاء طارق ابن زياد في ادارة المعركة وهزيمة العدو اللي بيفوقه في العدد والعتاد معركة تذكرنا بخطط سيدنا خالد ابن رليد انها يا سادة معركة وادي برباط او وادي لكة اللي بسببها تكونت دولة جديدة تستقر في غرب اوروبا اكثر من سبع قرون اتكلمنا الحلقة السابقة ان طارق ابن زياد جهز جيشا تعداده سبع الاف مقاتل معظمه من الامازيق وعبر المضيق الذي سمى باسمه في ذلك الوقت وعندما نزل بجنده في جنوب الاندلس وجد امامه الجيش الصليب الجنوبي فهاجم عليهم طارق فانتصر عليهم وسيطر على جنوب الاندلس وبعد ذلك ارسل الوزريق ملك القوة الغربيين اللي كان بيحكم الاندلس في ذلك الوقت وكان رجلا ظالما لشعبه ارسل جيشا بقيادة ابن اكتو بنشيو ولكن انتصر عليهم طارق بقواته وده كله حتلاقوا بالتفصيل في الحلقة السابقة ولينك الحلقة اسفل صندوق الوصف حين وصلت رسالة الفرين المنهزمين الى الوزريق وقعت عليه وقع الصائقة فجن جنونه فعقد معاهدة صلح مع الملك اخيلة اللي كان ما بينهم خلافات ونزاعات على الحق فانضم اليه اخيلة بجيشه فجمع الوزريق جيشا جرارا قوامه مئة الف من الفرسان واقسم على اباتة جيش طارق وفي غرور شديد تحرك من الشمال الى الجنوب ليقصد معسكر جيش المسلمين وكان طارق ابن زياد في سبع الاف فقط من الفرسان معظمهم الرجالة وعدد محدود جدا من الخيل فلما وصلت اخبار الى طارق بتحرك جيش الوزريق بهذا العدد الهائل ارسل الى موسى ابن مصير يستنجده ويطلب منه المدد فبعت اليه طريف ابن مالك على رأس خمسة الاف اخرين من الرجالة ايضا تحملهم السفن وصل طريف ابن مالك الى طارق ابن زياد واصبه عدد الجيش الاسلامي اثنى عشر الفا مقاتل وبدأ طارق ابن زياد يستعد للمعركة فكان اول حاجة عملها طارق ارسل السراية ليختار ارض مناسب للمعركة حتى وجد منطقة تسمى وادي برباط وتسميها بعض المصادر ايضا وادي لكة او وادي لكة وكان الاختيار طارق ابن زياد لهذا المكان ابعات استراتيجية وعسكرية مهمة حتى يتفادى قلة عدد جيشه وكثرة عدد جيش العدوه فقد كان من خلفه وعن يمينه جبل شاهق وبكده حمى ظهره وميمنته فلا يستطيع احد ان يلتف حوله وكان في ميسارته ايضا محيرة فهي ناحية امنة تماما ثم وضع على المدخل الجنوبي لهذا الوادي اي في ظهره فرقة قوية بقيادة طاريف ابن مالك حتى لا يباغت احد ظهر المسلمين والمنطقة كلها مرتفعة قليلا عن ساعة المعركة ومن ثم يستطيع ان يستدرج قوات النصارى من ناحية الامامية الى هذه المنطقة ولا يستطيع احد ان يلتف من حوله فبكده احسن طارق ابن زياد اختيار لارض المعركة وتجنبا للعدد المهول لجيش عدوه وده كان اكبر سبب انتصاره للمعركة ومن بعيد جاء لضريق في ابها زينة يلبس التاجة الذهبي والثياب المخطى بالذهب وقد جلس على سرير محلى بالذهب يجره بغلان فهو لا يستطيع ان يتخلى عن دنياه حتى وهو في لحظات الحرب والقتال وجاء على رأس مئة الف من الفرسان واحضر معه الحبال محملة على بغال ليقيد بها ايد المسلمين وارجلهم بعد هزيمتهم المحققة ثم باخذيم عبيدا ظن انه حسم المعركة الصالحي فبحسبانه ان 12 الف يحتاجون الى الشفقة والرحمة وهم امام مئة الف من اصحاب الارض كان جيش للضريق مقصب الى ثلاث اقصام قلب وجناحين وكان هو قائد القلب وكان الملك اخيله قائد الجناح الايمن والجناح الاخر من عامة الناس والفلاحين وليس لهم ولاء كامل للضريق وفي 28 من شهر رمضان سنة 92 هجرية تقابل الجيشان ورتب كل جيش صفوفه للقتال وامر طارق قواته بالاستعداد للدفاع وعدم الدفع بالهجوم لأي سبب كان تفكير له ضريق اجبار جيش طارق للنزول من التل وذلك لاختيار جيش طارق المكان الامثل للمعركة فارسل اليه بعض المقاطلين من جيشه ليجبر جيش المسلمين الى الندول وترك اماكنهم ولكن ولكن طارق جيشه دافع بكل ثبات وعدم الانجرال الاستفزاز العدو وانتهى اليوم الاول دون خسائل من كلا الطرفان وفي اليوم الثاني ايضا ارسل لضريق بعض من قواته ليجبره طارق الى الندول ولكن ثبت جيشه ودافع بكل نظام ثبات استمر هذا الوضع سبع ايام متصلة يرسل لضريق بعض المقاطلين ولكن يظل طارق ثابتا متمسكا بمكانه دون النظر الى فخ لضريق وفي اليوم الثامن نفت صبر لضريق من هذه المحاولات الفاشلة وزين التفوق العددي النصر في عينه فاقتنع بالانتصار فامر بالهجوم العام في اتجاه المسلمين ولما اقترب الجيش القطو من المسلمين تباطأ الجناحين عن المقدمة اللي كان تحت قيادة امريهم الملك اخيلة والجناح الاخر من الفلاحين وعمت الناس المظلومة من لضريق ولكن لضريق لم يستطع ان يتراجع بسبب اشتباكه مع المسلمين وقعت الخيانة في جيش لضريق فانسحب اخيلة من المعركة نهائيا وانسحب الجناح الاخر ايضا فتشين بعض المصادر انه كان في اتفاق قبض المعركة بين طالق وحاكم سبتة اللي ساعد المسلمين للحصول عن معلومات لفتح الاندلس والملك اخيلة وذلك للتخلص من لضريق وقواته والتخلص من ظلمه هجم طالق بجيشه بكل قوة على جيش لضريق وامر قواته بالهجوم العام وعندما تيقن ابتعاد اخيلة وجيشه امر الجناحين بتطبيق كمينة الكماشة على جيش لضريق فاطبق جيش المسلمين بجيش لضريق فدارت معركة دامية واصبح القتل في كل مكان واصبحت الدماء متناثرة في ارجاء المعركة فبدأت قوات لضريق في الانهيار واصبحت في كمش المسلمين وقتل لضريق في هذه المعركة وقتل معظم جيشه فانتصل المسلمين انتصارا عظيما وقتل لضريق بغروره وتكبره كانت خسائر المسلمين قليلة بالنسبة لخسائر القوت فاستشهد من المسلمين حوالي 3000 مقاتل وقتل من الجيش القوتي معظم الجيش وغانم المسلمين غنائم كثيرة واعظمها الخيول فاصبح كل جيش المسلمين كله خيالة بدلا ما كان معظمه مرجالة طارق ابن زياد كان يعلم افضل الفرص لفتح الاندلس وهي استكمال الفتحات بعد هذه المعركة بالرغم انه فقط 3000 شهيد يعني ربع الجيش فهو يجد ان الروح المعنوي للجيش عالية جدا لانهم 12000 انتصر على 100000 مقاتل في ارضهم ثانيا الروح المعنوي للقوت في الحضيط نتيجة الهديمة القصية ثالثا ان الجيش القوت انهزم وقتل منه الالاف وهرب منه الكثير فاصبحت المقاومة امام طارق ضعيفة تحرق طارق بجيشه وتوجه الى الشمال الى مدينة اجبلية وهي من اعظم مدن الجنوب على الاطلاق ومن احسن المدن ولكن لما اقترب جيش المسلمين تحقق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب مسيرة شهر ففتحت المدينة دون قتال وصالحت على الجيزية بعد فتحة اجبلية توجه طارق الى مدينة استوجة وهي من مدن الجنوب فقاتل اهلها قتالا عنيفا وصبر المسلمون وقاتلوا بكل قوة ولكن قبل انتهاء المعركة وحسمها لصالح المسلمين انسحب الجيش وفتحت المدينة المسلمين وقد صالحه على الجيزية من مدينة استوجة يبعث طارق ابن زياد السرايا لفتح المدن الجنوبية الاخرى وينطلق بالجيش الرئيسي الى الشمال حتى يصل الى طليطلة عاصمة الاندلس في ذلك الوقت ذهبت سرية الى قرطبة وتم فتحها صلحا وذهبت سرية الى غرناطة وتم فتحها وذهبت سرية الى ملقاء وتم فتحها وذهبت سرية الى مرسية وتم فتحها وكل سرية لا يزيد عدد رجالها عن سممونة رجل فتح طارق معظم الاندلس في بضع شهور اكمل طارق بغيشه الى مدينة طليطلة عاصمة الاندلس واكبر مدينة حصينة في بلاد الأندلس وده إن شاء الله اللي هنعرفه لحلقة القادمة انتظرونا في حلقة جديدة من سلسلة فتح الأندلس ويريت تنوروا قناتنا بالصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين ويريت تنظروا إلى وصف الفيديو في كل الفيديوهات السابقة للقناة ويريت لو عجبك الفيديو اضغط إعجاب واشترك في القناة وفعل ذر الجرس وشير الفيديو للأصدقاء اشتركوا في القناة